مع انطلاقة العملية العسكرية التي نفذتها فصائل فلسطينية في الداخل الإسرائيلي في السابع من الشهر الحالي كانت المفاجآت سيدة المشهد وما زالت وبعد مرور 48 ساعة من العملية في مستوطنات عدة في غلاف غزة تمكن نحو 70 مسلحا من حماس من اقتحام منطقة بي إيري عبر الأنفاق بحسب وسائل إعلام والتي أفادت بتصفية الجيش الإسرائيلي لهم يجري هذا مع استمرار إطلاق الفصائل صواريخ وصل العشرات منها إلى مستوطنة الزيروت فيما تستمر المعارك بين الجيش ومقاتلين فلسطينيين في مستوطنة صوفا جنوب غزة إلى ذلك فإن عملية الرد الإسرائيلي التي رافقتها تصريحات نارية بتوجيه ضربات ساحقة لمواقع يستحوذ عليها عناصر حماس في القطاع يؤكد شهود عين لوكالات الأنباء بوجود كارثة بشرية تمثلت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين بينهم أطفال ونساء إثر القصف الإسرائيلي العنيف على القطاع والذي يرافقه تمركز للدبابات على حدود غزة وعملية إخلاء جماعية من مناطق عدة منها حي الرمال الميدان الذي يشتعل بانتهاك صارخ للإنسانية أدى بحسب حماس إلى مقتل أسرى إسرائيليين في هجمات صاروخية على مباني سكنية كما أعلنت الصحة الفلسطينية في غزة خروج مستشفى بيت حنون الوحيدة في المدينة عن الخدمة جراء الاستهداف المتكرر ورغم الضربات القاسية للقطاع إلا أن الجناح العسكري للفصائل الفلسطينية مستمر في إعلان اقتحامات لمواقع عسكرية شرق غزة ومنها موقع فجة كما أكدت مرارا عن استمرار عملية الطفان الأقصى في أكثر من مستوطنة ومعارك عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي ومع قرارات قاسية أعلنتها إسرائيل حول فرض حصار على غزة وقطع الوقود والمياه والطعام والكهرباء تحذر منظمات دولية من ضرورة الوصول إلى وقف لإطلاق النار بعد أن وصلت إسرائيل لتنفيذ هجمات ضد سيارات الإسعاف والأطفال والأحياء السكنية